نروح للزميرة العزيزة نورهان طمان الموجودة حاليا في مقر جريدة الجمهورية عشان تطلعنا على أهم المنشتات الصحفية في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناخد الرياضي وقراءة في أهم الأخبار صباح الفل عليك صباح الفل على ضيفك العزيز تفضلي احنا سمعينك يا صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية ونطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وكمان معنا الناقد الرياضي الصحفي في جريدة الجمهورية أستاذ حسام الغرباوي للتعليق أكتر على منشتتنا وخلينا نروح لأول منشت معنا من موقع الجمهورية مدافع نادي الأهلي يكشف حقيقة طلب عودته بداية من الموسم الجديد طبعا نجم نادي الأهلي المعار لفريق تبليتسا التشيكي محمد مغربي يمكن كان له تصريحات نقلتها أو نقلها موقع الجمهورية أونلاين قال فيها أنه هو تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت ولكن لم يطلب منه حتى الآن العودة مرة أخرى للنادي الأهلي أما بقى من موقع يلا كورة اتحاد الكورة لا خلاف مع رابطة الأندية ولم نحدد موعد نهائي كأس مصر تصريحات أيضا نقالها يلا كورة عن سيد إهاب الكومي وعضو مجلس اتحاد الكورة المصري اللي أكد أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر مع اتحاد مع رابطة الأندية بشأن طبعا شكل الدوري وكان فيه كلام يمكن إحنا قلنا قبل كده في نشرة سابقة أنه لا مساس بشكل الدوري الموسم الجديد أستاذ إهاب الكومي أكد هذا الكلام أنه لا خلاف مع رابطة الأندية بما يخص شكل الدوري الجديد وقال كمان أنه لم يتم تحديد حتى الآن موعد نهائي كأس مصر وثالث منشط معنا من اليوم السابع اتحاد الكورة يوافق على معسكرات وبرامج كلاتنبرج لأنهوض بالتحكيم يمكن أيضا تقرير اليوم السابع صلت الدوء على كلاتنبرج الخبير التحكيمي القادم لتطوير التحكيم المصري وقال أنه عقد عدة جلسات مع حازم إمام عضو مجلس دارد اتحاد الكورة المصري وأيضا السيد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية بشأن الاتفاق حول معسكرات تدريبية وتحضرية للحكام في الموسم الجديد وكمان طلب قاعدة بيانات للحكام وجدول لمبارياتهم والوقوف على جميع أحوال الحكام للنهوض بالتحكيم في الفترة القادمة آخر خبر معنا من أخبار اليوم وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للشباب والشابات للسلة طبعا بنبارك منتخب مصر للشباب والشباب بالسلة بعد فوز منتخب الشباب بالبطولة الأفريقية تحت 18 سنة وتأهلوا لكأس العالم للسلة وأيضا حصول الشباب على المدلية الفضية في بطولة الأفريقية تحت 19 سنة وكان وزير الرياضة يستقبلهم لتهنئتهم والوقوف على أوضاعهم ويحسهم لمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة بالنهوض بالكرة السلة المصرية ومعنا للتعليق على أخبارنا زيما لكم الناقد الرياضي أستاذ حسام الغرباوي بنرحب بحدثتك معنا عشانش القناة نادي الأهل أهلا وسهلا بحضرتك وصفحة الخير على الكابتن كريم في البداية ملف المعارين طبعا بنشوف أسماء كتير جدا بتخرج للإعارة أسماء كتير بتتقلق بره في الدوريات الأوروبية المختلفة هل حضرتك من أنصار أنه اللاعب ياخد فرصته كاملة في العارة ولا لونة دي يحتاجه ممكن يعود مرة أخرى طبعا أنا من وجهة نظري أنه لازم ياخد فرصته كاملة طبعا لأنه دي بتسكل موهبته قدراته بياخد خبرات كبيرة جدا من الفريق اللي بيكون تم انضم ليه يعني فطبعا ده بيفيد فرقته لما بتحتاجه ولكن طبعا اللي بيقرر ده هو طبعا مدير الفن اللي هو محتاجه شيء طبيعي أنه هو هطلبه وده اللي احنا شوفنا محمد مغربي طبعا قال احنا لسه ما تعرضش عليها أو حد طلبني وأنا جاهز وده بصراحة عجبني فيه جدا لأنه طبعا هو ما بيكون أفضل شيء أنه يركز لأنه طبعا لما بيكون بيركز في نادي المعار إليه شيء طبيعي بيبقى أساسي وهو ده اللي احنا عايزينه فطبعا ده بتدوله خبرات أكبر بنجمه بيستع أكتر فشيء طبيعي أنه هو بيبقى بيفيد النادي بتاعه وطبعا هيبقى متوقف على المدير الفني إن شاء الله في استدعائه ونتمنى له طبعا كل الطفو والنادي الأهلي طبعا هو بيعد للموسم الجديد بشكل قوة زي ما احنا شوفنا ابتدى بالشباب كتير جدا ظهروا بشكل متميز أوي أوي فيه المباراة السابق وإحنا طبعا شوفنا قدر الأهلي قدام في الجولة اللي فاتت أمام المصر إذن يفوز بهدفين وفي الكاس إذن هو يفوز بضرب الجزاء ليرامي ربيع وإذن هو يرفع عادة الروح المعنوية تاني للأهلي خاصة أهلي طبعا لما فيه ثمن مباريات إحنا فيه تعادلات فيها طبعا خلا أن الأهلي يبقى فيه نزيف شواء طبعا ده بيصح أخطاءه بيعيد ترتيب أوراقه بحيث طبعا هو طبعا في مركز التالت بـ 62 نقطة عايز يعوض وينافس برامد الفريق بينهم بين تلات نقاط فإن شاء الله كل التوفيق لكل المعارين وده طبعا بيبقى شيء طيب لجميع الأندية بينظر لأن الأعارة فعلا بتفيد كتير الأندية اللي هي بتسمح بالأعارة طي خبر معنا كان حول الخلاف أو يعني الحديث عن بعض الخلافات بابناء اتحاد الكرة وربطة الأندية نشوف في الدول الأوروبية اتحاد الكرة بيبقى ليه مهام وخصصات وربطة الأندية بيكون لها مهام وخصصات بعيدا كمان عند شكل الدوري حدثتك مع تغيير شكل الدوري ولا السبات على شكله الحالي طبعا كل ده بيتوقف يعني لجنة مسابقات هالي بتبقى شافة ده عشان بتفقى فيه بطولات عالم فيه كذا فيه حاجات كتير بتحصل تغييره أو بقاءه حسب المواقف والبطولات اللي موجودة على الأرض طبعا تم إعلان إنه مش يبقى فيه تغيير إذن يبقى الدنيا مش مزبوط ما فيش مشاكل وده واضح بين اتحاد الكرة وربط الأندية إنه هما كانوا متفقين حتى من إبريل الماضي إنه إن شاء الله حتى إن الدور إن شاء الله هيخلص في معاده بإذن الله آخر أغسطس 30 أغسطس بإذن الله في نفس الوقت طبعا هما بيسعوا التحديد الكاس بالاتفاق معا خاصة إنهما كمان عايزين يبقى فيه جمهور في الكاس بخمس آلاف مشجع بحيث إن كل فريق بقى ليه ألفين وخمسمائة مشجع بإذن الله فطبعا ده أكيد واضح أن الترابط بينهم ومن بعض وفيه اتفاق فطبعا إن شاء الله أنا شايف إنه ما فيش فيعنا الخلاف وده اللي تم إعلانه طيب الحديث بقى حول التحكيم ده كان تالت منشط معانا وكلاتنبرجي بيطلب معسكرات وتحضيرات خاصة التحكيم المصري بشكل عام إحنا بقلنا فترة بنتكلم في القصة دي هل يعني الأمر صعب ولا يعني إحنا عندنا البنية التحتية اللي نقدر نقوم من خلالها لا طبعا إحنا عندنا حكام كتير متميزين وإحنا شايفين الدنيا ماشى إزاي ولكن طبعا بعض الإخفاقات ده شيء واضح ولكن ده بيجي مع التدريب والمعسكرات الكتير وعندنا خبراء كتير في التحكيم مشكلاتنبرجي بس هو المتواجه إحنا عندنا كتير على فكرة في الوسط التحكيمي ولكن عشان الفترة الأخيرة إحنا وصلنا لميكروب 26 شكوى ضد التحكيم ولكن ده مش معناه أن إحنا عندنا انهيار لأن طبعا أكيد كل نادي بيبقى شاف من وجهة نظره أنه هو مظلوم ولكن ما فيش حكم في الدنيا هيبقى عايز أن طبع الدنيا كلها بتتفرج عليه والكاميرات عايز يظلم أو عايز يظهر بمظهر مش كويس أو لأن ده كل ده بيبقى في السيفي بتاعه وتاريخه أكيد مش عايز فاحنا الفترة اللي جاية دي إحنا لازم كلنا نساعد التحكيم ونعيد ترتيبه من تاني ونشوف إيه الأخطاء اللي بيقع فيها الحكام ونعيد تدريبه خاصة كمان الفار والتدريب عليه لأن على فكرة إحنا ابتدينا نستخدم الفار وما كانش الساعات المطلوبة لكل حكم فار انتهت يعني ما كانش خدوا يعني ما يقرب من تلت الساعات المطلوبة وطبعا ده عايز معسكرات كتيرة جدا لإعادة بناءهم من خلال الخبير الجديد ولكن لا يمكن استغناء الخبراء المصريين أنه هم هيبقوا أقرب عارفين الحكام إيه مشاكلهم فعلا لأن قبل ما أعمل المنظومة لازم أنا رايح الحكم يعني التأمين الصحي التأمين عليه أثناء الذهاب للمباراتي يعني كان فيه بعض الحكام بتحصل الحوادث وهو رايح المبارات أنا لازم أن أنا أوفر له حتى المكان ما فيهش أماكن لأنه هو استضاف فيها لو مسافر المحافظة بعيد عن محافظته أنه هو بقى فيه مكان فندق محترم وسيلة نقل محترمة التأمين الصحيح الأجواء العامة للتحدي الأجواء العامة صرفه مستحقاته اللي بتتأخر ما كل ده نفسيا ثانيا العدالة في توزيع المبارات على الحكام ده بيعمل نفسية رهيبة وحساسيات ما بين الحكام بينهم وبعض وده بيخلق مشاكل وده اللي احنا شفناه طبعا ما فيهش حكم هيبقى مركز وهو حاسس مظلوم ما فيش حكم حاسس أنه هو ما طلعش الدرجة الأولى وهو شايف نفسه أنه هو متميز فطبعا دي بإذن الله لازم مع جهازه مع الطاقم المصر إن شاء الله هتم إعلان عنه وهو هيعمل في واحد تسعة إن شاء الله هبقى فيه يعني الاجتماع تاني عشان إعلان أسماء أعضاء اللجنة الجدد وهما لازم بقى فيه يعني أنه يبص بنظرة علمية صح وفيه برامج تكون قادرة على تأهيل التحكيم المصري آخر منشت معنا وكان استقبال وزير الرياضة لشباب وشابات البسكت نحن يمكن حتى في الصحافة المصرية بنسميها أو بالبعض أطلق على الألعاب الأخرى الألعاب الشهيدة ما بقناش يعني هل إحنا لسه حتى الآن الاهتمام الحكومي لكرة القدم مختلفة عن السلة والهاند بول والبولي بول ولا أصبح الوضع مختلف وبقى النظرة مختلفة لهذه الألعاب لا طبعا الوضع مختلف جدا احنا شوفنا في اليد احنا من ساعة ما أيام ما كانت كورونا لسه بدأة أو موجودة جديد احنا شوفنا استضافنا كأس العالم بشكل أبهر العالم كله فشيء طبيعي أن الدنيا تغيرت خالص فيه اهتمام بنعمل بنية تحتية كبيرة جدا صلاة ملاعب مدربين خبراء جانب فطبعا ده شيء طبيعي خلى مصاف هذه الألعاب تغيرت تمام بقنا من أفضل الدول على مستوى العالم في هذه الألعاب وخاصة السلة احنا طبعا منقدمهم كل الشكر والتحان نقدروا طبعا يفوزوا بالبطولة على اللي هو صاحب الأرض مدغاش كرب بفرق ما يكرم من 25 هدف 81 و54 بعد مسيرة كبيرة جدا في البطولة دي احنا هتخطينا أنجولا غينيا الجزائر ومالي احنا خسرنا قصادها ب3 ا4 أهداف مش كتير فطبعا احنا ده كل الشكر ليهم وده ان شاء الله بإذن الله هيبقى دفع قواف كأس العالم اللي جاي بعد ما اتأهلنا ليه وان شاء الله نبركلهم بيه بإذن الله سيد حسام الغرباوي طبعا ناخد رياضي بجريدة الجمهورية بشكر حالك جدا شكرا يا فندم صباح الخير ده كان لقاءنا ومنشطاتنا صباح اليوم وكان معنا طبعا للتعليق عليها الأستاذ الصحفي بجريدة الجمهورية أستاذ حسام الغرباوي شكرا لكم جدا وأعود مرة أخرى إلى الأستوديو ده إحنا لبنشكرك جزيل الشكر زمانتنا العزيزة النورهان طمان وطبعا الشكر موصول الأستاذ حسام الغرباوي وكالعادة اللقاءات اللي بتجريها معاه بتكون مفيدة جدا لأنها بتعرفنا مش بس المنشطات الأهم لا تفاصيل كل منشطات منهم على حدة كل شكر لك يا النورهان وان شاء الله نشوفك على خير في حلقة جديدة المنبرنمك